قال مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك قال إن إقدام إسرائيل على اقتحام رفاح الفلسطينية سيؤدي إلى كارثة إنسانية كما سيهدد الأمن القومي العربي بما فيه أمن مصر القومية وأضاف العكلوك أن الولايات المتحدة تعلن رفضها لإقتحام رفاح الفلسطينية إلا أنها في الوقت نفسه تصدر السلاح للاحتلال نحذر من أن تنفيذ التهديدات الإسرائيلية باجتياح رفح سينتج مئات المجازر الوحشية وسيعرض لخطر الموت حياة أكثر من مليون ونصف مواطن فلسطيني غالبيتهم الساحقة ممن نزحوا قصرا إلى رفح بأوامر من جيش العدوان الإسرائيلي على أساس أنها منطقة آمنة ونحذر من أن ذلك من شأنه أن يجعل تهديد وزراء حكومة العدوان الإسرائيلي بتهجير مئات آلاف الفلسطينيين خارج أرضهم حقيقة واقعة وهو ما يشكل حقيقة اعتداء سافرا على الأمن القومي العربي بمجمله وخاصة على الأمن القومي لجمهورية مصر الشقيقة